بعد مرور شهر ونصف على تاريخ اقتراع الانتخابات البرلمانية في العراق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج النهائية للعملية الانتخابية أطراف خسرة قدمت الطعون وذلك لسعت من خلالها للضغط على المفوضية لتغيير النتائج الأولية لكن النتائج لم تتغير كثيرا الصدر أولا بما يرجح تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو حكومة توافقية وذلك في حال حصل الإطار على عدد المقاعد التي تمكنه من ذلك أسئلة كثيرة تطرح كيف سيكون موقف المعترضين بعد أن أتت النتائج عكس ما يرسمون وهل لا سيكون الاعتراض والتصعيد وإعادة الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء عنوان المرحلة المقبلة أم سيكون هناك استسلام ورضوخ غموض كبير يلف المشهد السياسي في المرحلة المقبلة وكذلك سباق التحالفات والبحث عن الكتل للتشكيل الكتلة الأكبر ترجمة نانسي قنقر